اشتركوا في القناة بخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية ففي الوقت الذي رحبت الولايات المتحدة على لسان المتحدث باسم الخارجية الامريكية بالتقارب المغربية الاسرائيلية لم يجد النظام العسكرية الجزائرية غير البكاء والعويل عقب اصابته بالسعارة بسبب الموقف الاسرائيلي الرسمي الداعم لمغربية الصحراء وفي هذا الصياق جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية اخذت الجزائر علما باعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الاسرائيلية بالسيادة المزعومة للمغرب على اراضي الصحراء الغربية واضف البيان الجزائرية ويعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل اسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلق جديد في سلسلة المناورات وسياسة الهروب للامام التي ينتهجها الاحتلال المغربية وجاء في البيان ان هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولية ولقرارات مجلس الامنة ولوائح الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية يؤكد بما لا يدع مجالا لشك تناسق سياسات المحتلين وتواطئهم المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتورة يضيف البلاغة وجاء في ختام بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية ان هذه الخطوة التي لا تعد الا ان تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها باي حال من الاحوال اضفاء الشرعية على احتلال الاراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم في تقرير مصيره طبقا لقرارات مجلس الامن ولا وائح الامم المتحدة والاتحاد الافريقية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء